اشتركوا في القناة نهارده ان شاء الله معنا فيديو مهم جدا جدا من اهم فيديوهات اللغة العربية للصف الخامس على الاطلاق ليه لاننا هنراجع فيه نماذج استرشادية لامتحانات الترمية الاول طيب ايه الجديد في كده ان شكل الامتحان وصيغة الامتحان ونماذج الامتحان جديدة جدا علينا يبقى الفيديو ده هنتناول فيه النماذج الاسترشادية للوزارة بس عايز اوضح لحضراتكم حاجات ان النماذج دي يعني مش لازم هي اللي اجيلك في الامتحان الوزارة بنزل النماذج دي للتدريب عليها والتدريب على صيغة وكيفية الامتحان احنا بقى مع النموذجين دول ان شاء الله هنتعلم ازاي نحل الامتحان بكل سهولة ويصل وان شاء الله ده مش هيكون اخر فيديو في المراجعة هيكون فيه فيديوهات اخرى للمراجعة والتدريب على حل الاسئلة وان شاء الله نتعلم في هذا الفيديو حاجات كتيرة جدا اثناء حل الامتحانات لكن فضلا لا امرا لو لسه مش مشترك في القناة يريد تشترك معنا في القناة واتفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد لدينا على القناة وضع اعجابا وتعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد في صندوق الوصف اسفل هذا الفيديو تجدونا روابط مهمة جدا للصف الخامس الابتدائي منها روابط كرس النحو ورابط اللغة العربية ورابط دروس التربية الدينية الاسلامية يلا بنا ابطال نروح بسرعة لحل الامتحان في البداية عايز اقول لك مجموعة ارشادات عند دخول الاختبار بداية لازم للك الامتحان نكون نايمين كواس جدا ومطمئنين مش قلقنين من اي شيء خالص الامتحان هيجي سهل جدا جدا مدون تبتعف تقرأ يبقى انت هتجيب الدرجة النهائية في اللغة العربية يبقى النوم مبكرا والاستيقاظ كان مطمئنا وتصلي صلاة الفجر تمام تدخل بقى لجنة الامتحان تعمل ايه يا بطل عايزك تقول الدعاء ده تقول ايه رب الشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وانت تجعل الحزنة اذا شئت سهل تاني يالله وانت بتسلي مرأة الامتحان وعاد في اللجنة بتقول ايه رب الشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وانت تجعل الحزنة اذا شئت سهل تمام طيب في حاجات تانية مهمة جدا الكتابة بتكون بالألم الازرق الألم الازرق الجاف ما ينفعش ألم احمر ما ينفعش ألم اخدر ما ينفعش ألم اسود ما ينفعش قلم رصاص ولا اي ألم ألوان ولا اي ألم تحبير خلاص يا حبيبي يلا مسكنا الورقة اول سؤال عندنا السؤال اللي هو هيكون الاستماع الجديد علينا معناه ايه؟ معناه ان المعلم هيقرأ عليك فقرة انت هتسمعها وبناء على سماعك الجيد هتحل الاسئلة اللي عندنا دي طيب اسمع الأول ولا اقرأ الأسئلة الأول نصيحة هنبدأ نعمل ازاي؟ قبل ما المعلم يقولك السؤال الاستماع اقرأ السؤال كويس جدا مرة واثنين وثلاثة طب ليه؟ علشان انت تستوعب الأسئلة وتركز معاه في الإجابات بتاعة الأسئلة وهو بيقرأ خلاص؟ يلا بطل أنا عايزة كده بسرعة فأقل من عشرين ثانية تكون قرأة الأسئلة اللي قدام دي استمع ثم تخير الجبهة الصحيحة أراد الأسد قتل الفأر بيه الرمح مخالبه الشبكة الرصاص شخصيات القصة هي الفأر والثعلب والأسد الفأر والأسد والصياد الفأر والفيل والصياد الفأر والفيل والأسد رقم باء أكمل الحكمة التي أثبتها الفأر للأسد هي فيه ولاد احنا بنزعل منهم جدا في ايه؟ يقولك لا أنا عارف طيب الأسد ليه مخالب أنا هكتب مخالب طيب وكمان شخصيات القصة القصة نسمعتها بالكده لا ما تستعجلش قد يكون هناك فيه تغيير في القصص وقد يكون هناك فيه تغيير في ايه؟ في الفقرات اللي جايبهننا ايه المشكلة لما نهدى كده على نفسنا ونسمع كويس وبعد كده نبقى نحلم خلاص يا حبيب اتفنى هنعمل ايه؟ يلا استمع مني بقى سؤال الاستماع وانا عايزك تركز وتحلم عندك وانا باتكلم بينما كان الاسد في نوم عميق ركض الفقر وايقظه شعر الاسد بالغضب الشديد واراد قتل الفقر توسل الفقر الى الاسد ان لا يقتله وقال له قد اساعدك يوما ما سخر الاسد من الفقر وقال له انا ملك الغابة فيما ستساعدني ايها الصغير وبعد فترة قصيرة حوصر الاسد في شبكة الصياد فرآه الفقر وتوجه اليه ومزق الشبكة باسنانه الحادة وافلت الاسد من شبكة الصياد وقال الفقر شكرا لك واعتذر لانني سخرت منك تمام يا حبيبي؟ طيب انا عايزك بها ايه؟ لو انت مش مستوعب كويس الكلام تطلب من المعلم اللي بيمليك الفقرة يعيدها مرة تانية يلا بقى نبدأ استمع ثم تخير الجابة الصحيحة راد الاسد وقتل الفقر بيه؟ هنا فيه اسئلة بتعتمد على الزكاة والاستنتاج يعني هنا ما ذكرناش مثلا الرمح ولا مخالبه ولا الشبكة ولا الرصاص ما ذكرش اي حاجة هنا لكن الاسد لما بيقتل فريساته بيقتل بايه؟ احسنتم مخالبه تمام؟ رقم اتنين شخصيات القصة هي الفقر والثعلب والاسد الثعلب ما ذكرش الفقر والاسد والصياد ولا الفقر والفيل والصياد الفيل مش موجود الفقر والفيل والاسد الفقر والاسد والصياد رقم با أكمل الحكمة التي أثبتها الفقر للاسد هي ده دليل على استخلاص واستنتاج السؤال ده هنستخلصه ونستنتجه من خلال فهمك أنت للقصة يريد أن يثبت له ايه؟ أن أن الضعيف الضعيف قد يساعد من القوية يبقى الحكمة أن الضعيف قد يساعد القوية واضحة يا حبيبي ده كده أول سؤال يلا نروح تاني سؤال بيجينا التعبير الكتابي والتعبير الكتابي احنا مش عايزين نقلق منه خالص ليه يا ترى؟ لأنه هو هيجيب لنا معلومات واحنا هناخد من المعلومات دي ونكتب واحنا الحمد لله شرحنا كل التعبير الكتابي موجود هنا على القناة بأسلوب سهل جدا يريد ترجعوله لو فيه أي تعبير كتابي أنت مش مركز فيه زي هنا كده مستعينا بالصفات الشكلية والشخصية بالجدول أكمل الفقرة الوصفية التالية وصف الشكل القامة طويل الشعر بني ناعم الوجه أبيض الأنف متوسط الحج العين بنية وصف الشخصية الضقة الالتزام وحب مساعدة الآخرين والصبر على تلاميذه والحرص على مصلحة التلاميذ مثقف واسع المعرفة أعطاكن أنتوا كده عرفتوا إحنا هنوصف مين؟ أحسنتم هنوصف المعلم طيب هو كمان جايب لنا المقدمة يبقى أنت عليك إيه؟ العنوان يبقى إحنا تعالوا نركز كده مع بعض ونقول ها عناصر الوصف إيه؟ العنوان والمقدمة والوصف والخاتمة تمام يا حبيبي؟ طيب الوصف ده حكتين اتنين هو أول حاجة في الوصف مثلا بيكون وصف الشكل الخارجي الشكل الخارجي طيب رقم اتنين إيه؟ وصف الشخصية طيب العنوان يلا هات لكده أي عنوان عن المعلم بتاعت ممكن تقول إيه مثلا أنا ممكن نقول القدوة الحقيقية القدوة الحقيقية بأنا جده جبت عنوان طيب والمقدمة لا هو كاتب للمقدمة جاهزة راس طيب الوصف الوصف هوصف الشكل الخارجي هقول طبعا عندي إيه؟ أول حاجة عمره وبعد كده وصف الشكل ده شوف هنقولتي بقى معلمي في الأربعينات من عمره معلمي في الأربعينات من عمره ده العمر همسك بقى إيه؟ الوصف اللي هو وعطهون ده كله واعمل إيه؟ واعمل منه جمل كده بسيطة شوف هقول إيه؟ وهو طويل القامة وشعره بني ناعم ووجهه أبيض والأنف متوسط الحجم والعينان بنيتان خلصت الحد كده يلا أدخل معي وصف إيه؟ الشخصية وصف الشخصية هنا في الدقة والالتزام حب مساعدة الآخرين الصبر على تلاميذه الحرص على مصلحة التلاميذ مثقف واسع المعرفة هاخد من الكلام ده واعمل فقرة أقول إيه؟ وهو إنسان متصف بالدقة والالتزام ويحب مساعدة الآخرين ويمتاز بالصبر على تلاميذه ويحرص على مصلحتهم وهو أيضا إنسان مفقف واسع المعرفة خلصت الوصف هعمل إيه؟ ما تنساش آخر حاجة الخاتمة آخر حاجة الخاتمة بكتب فيها أي؟ بكتب فيها جملة بسيطة كده موجهة إلى المعلم أنا ممكن أقول إيه؟ أنا فخور بأنك معلمي وقدوتي وكل الإحترام والتقدير لك قال لك مثلا هسهل عليك بقى في المخاتمة لو قال لك مثلا صف صديقة لو أنت محتر خالص اكتب كده أنا فخور بأنك يا صديقي العزيز طب الوالد أنا فخور بأنك أبي أنا فخور بأنك خالي أنا فخور بأنك عمي بس كده تمام وأتخذ الدرجة الكاملة 100% يلا يا ابطال نروح للسؤال الثالث وهو نص أدبي يعني نص أدبي قصة قصيرة وبيجيب لنا عليها أمثلة في عندنا أسئلة القراءة يكون فيه نص أدبي وفيه نص معلوماتي هناخدهم الاثنين مع بعض دلوقتي إن شاء الله اقرأ ثم أجب السؤال ده هحله إزاي هقرأ الفقرة أولا مرة واثنين بحد ما الصعوبة كويس وبعد كده أبدأ الحل الأسئلة عندنا بتكون عبارة عن معاني وعبارة مثلا عن صح وغلط أو أكمل وعبارة عن سؤال يعني فيه إيه سؤال مقالي تمام يا حبيبي في إحدى الغابات ذات الأشجار الكثيفة كان هناك نهر عميق واسع يقسم الغابة إلى نصفين وكان القرد كثيرا ما يقفز على الأشجار التي على أحد جانبي النهر وينظر إلى الضفة الأخرى منه متمنيا اجتياز النهر إلى تلك الضفة الأخرى ليقفز ويلعب على أشجارها أيضا فذهب إلى التمساح وطلب منه أن يحمله على ظهره فوافق التمساح لكنه طلب من القرد أن يعطي له قلبه أولا فكر القرد فهو يعلم أن التمساح إذا أخذ قلبه فسيموت وقال موافق لكنني تركت قلبي في الضفة الثانية من النهر لذلك سأعقد معك اتفاقا بأن أعطيك قلبي بعد أن أعبر إلى الضفة الأخرى فكر التمساح قليلا ثم وافق وعندما عبر هرب القرد وتسلق الأشجار مسرعا وترك التمساح في الماء غاضبا وبذلك استطاع القرد أن ينجو بنفسه من الهلاك وألف هات من الفقرة معنى عبور تعالوا نشوف كده معنى عبور اجتياز اتفاق تسلق نجاح الكلمات دي موجودة في الفقرة بس هو عايز معنى إيه؟ معنى عبور طبعا يا حبيبي المفروض المعاني مهمة جدا عندنا وخصوصا معاني المعجم اللي موجود بعد المحور الأول في كتاب المدرسة والمحور الثاني أيضا معنى عبور إيه؟ هنلاقي هنا متمنيا اجتياز متمنيا اجتياز اتنين مضاد رفضة مضاد إيه؟ رفضة أخذ ذهب وافق هرب أخذ بعد كده هنا بقول لي إيه؟ وافق وافق التمساح ضع علامة صح أمام العبارة الصحية وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة أراد القرد السباحة في النهر القرد أراد السباحة في النهر متمنيا اجتياز النهر إلى الضفة الأخرى يبقى العبارة خطأ وافق التمساح على طلب القرد وافق نعم العبارة صحيحة ما رأيك فيما فعله القرد مع التمساح في بقى حبيبي بعض أبطالنا بيحملوا إيه؟ لما بيلاقوا السؤال زي ما قال زي كده يقول لك لأ أنا هسيبه للآخر وبعد كده أرجع له تاني وفي الغالب بينساه أو بينسى منه أسئلة لأ إحنا هنتعود مع بعض كده إن إحنا نمسك إيه؟ السؤال سؤال 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 ما تسيبش أي سؤال إطلاقا إلا لما تفكر فيه وتحاول حله طيب خلاص بقى لقيت نفسك مش مركز فيه ومش جاء معك خالص في الحالة دي أعمل إيه؟ أعلم عليه كده هو أعلم عليه وأسيبه وارجع له بس المهمة بعد ما كنت فكرت وأخدت وقت كافي في التفكير خلاص ما رأيك فيما فعله القرد مع التمساح قلنا كذا مرة الأسئلة دي بتجي إزاي بتجي مثلا مباشرة من استخراج من الفقرة أو بتيجي استنتاج أو بتيجي رأيك هنا رأيك أي كلمة هتقولها صحيحة لو قلت لي مثلا القرد أن القرد كذاب لأن القرد كذاب لأنه وعد التمساح ثم أخلف وعده فديجي برضو صحيح لأن ده رأيك أنت طيب قلت لي مثلا أنه تصرف تصرف يدل على ذكاء القرد لأنه لا يمكن لأحد أن يسلم قلبه جميلة جدا برضو خلاص ليه؟ لأن ده رأيك أنت أنا أختار التانية تصرف تصرف ذكي تصرف إيه؟ ذكي أو يدل على ذكاء القرد لأنه لأنه لا يمكن أن يسلم أحد قلبه لأي أحد تمام كده؟ ده رأيي أنا خلاص؟ قد يكون رأيك مخالف يلا حبيبي نروح للنص المعلوماتي نفس الكلام أيضا تمثل المياه الصالحة للشرب والمتاحة بسهولة أهمية للصحة العامة سواء تم استخدامها في أغراض الشرب أو الاستعمال المنزلي أو إعداد الطعام فتحسين إدارة الموارد المائية بشكل أفضل يمكنه أن يعزز النمو الاقتصادي للبلدان ويسهم إلى حد كبير في تقليل الفقر وقد أقرت الجمعيات العامة للأمم المتحدة صراحة بحق الإنسان في استهلاك المياه والمرافق الصحية بشكل ملائم لحياته فكل فرض له الحق في الحصول على المياه الكافية والمستمرة والمأمونة والمقبولة والتي يمكن الحصول عليها ماديا وبأسعار معقولة سواء الاستعمال الشخصي أو المنزلي استخرج من القطع معنى اليسر الصحة السهولة التحسين الإعداد اليسر السهولة مضاد الغناء الاستعمال التقليل الفقر الاستهلاك مضاد الغناء الفقر ضع علامة صح وعلامة خطأ أقرت الأمم المتحدة بحق الإنسان في المياه والمرافق الصحية بشكل ملائم لحياته العبارة صحيحة ما العلاقة بين إدارة تحسين الموارد المائية وتقليل الفقر؟ فين يا ابطال؟ تحسين الموارد بولين هنا إيه؟ تحسين إدارة الموارد المائية مالها بشكل أفضل يمكنه أن يعزز النمو الاقتصادي للبلدان ويسهم إلى حد كبير في تقليل الفقر يبقى الإجابة هنا تحسين إدارة الموارد المائية بشكل أفضل يمكنه أن يعزز النمو الاقتصادي للبلدان ويسهم إلى حد كبير في تقليل الفقر هي دي إجابتنا تمام؟ يلا نروح بعد كده شعر محرر من المحتوى ومن لم تكن أوطانه مفخرا له فليس له في موطن المجد مفخرو ومن لم يبن في قومه ناصحا لهم فما هو إلا خائن يستتر ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر تخير إجابة الصحيحة مضاد يبن يعني يبين يعني مضاد يبن يخفي يبلى يشقى يفنى مضاد يبن اللي هي يبين إحنا أخذناها إيه؟ آه يخفى ما البيت الذي يدل على المعنى التالي الذي يحمي وطنه ويدافع عنه يذكره الجميع بالأخلاق الطيبة الذي يحمي وطنه فين؟ البيت التالت البيت إيه؟ التالت ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبره هات من الأبيات السابقة ما يلي تعبيرا مجازيا فين يا أبطال؟ تعبير مجازي كل الأبيات ومن لم تكن له أوطانه مفخرا فليس له موطن المجد مفخره هنا ممكن نقول إيه؟ موطن المجد موطن إيه؟ المجد طيب إيه الجمال اللي فيها؟ موطن المجد نقول إيه؟ شبه شبه المجد بالوطن شبه المجد بالوطن تمام يا حبيبي؟ يلا نروح للقواعد النحوية أكمل بما هو مطلوب رأيت الفتاة مؤط فازت في المسابقة اسما موصولا عايز اسم موصول رأيت الفتاة التي التي تمام مؤط ماهران مبتدأ مثنى مبتدأ مثنى خد بالك المثنى هنا مثنى مذكر فالله هتجيب المبتدأ هيكون إيه؟ مثنى مذكر أيضا نقول إيه؟ اللاعبان ماهران أو الطالبان أو الطبيبان أي حاجة مثنى تخاري الإجابات الصحيحة فيما يلي كرمت الدولة نقط المثاليات كرمت الدولة الأمهات 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 طبعا يا حبيبي قلنا لابد أن نعرف إعراب الكلمة إلا هتكون مكان النقط كرمت الدولة فعل وفاعل طيب يبقى اللهيج هنا إيه؟ مفعول به طيب هنا كل الكلمات جمع مؤنى السالم أتذكر بقى المفعول به بيكون إيه؟ منصوب منصوب بإيه؟ لما يكون جمع مؤنى السالم منصوب بالكسرة منصوب بالكسرة علامات النصب وعلامات الرفض لازم نرجع كواس جدا 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 كرمت الدولة الأمهات المثالية رقم اثنين التدخين يؤذي الرئتين الرئتان الرئة الرئة نفس الكلام أيضا يلا نعرفها يؤذي فعل من اللي يؤذي التدخين مش الرئة هي اللي هتؤذي التدخين يبقى الفاعل هنا ضمير مستاتر تقديره تقديره هو واللي هيجي مكان النقط هيكون هيكون مفعول به طبعا فيه ولاد مننا هيعمله يقولك يؤذي اللي هيجي بعدها هيكون فعل لا يا بطل انت لازم تكون فاهم ما معنى الفعل اللي هيجي بعدها هيكون فاعل لا يا بطل انت لازم تكون مركز كويس يعني فاعل ويعني مفعول الفاعل هو الذي قام بعمل الفاعل طيب الرئة هي اللي هتؤذي لا طبعا وما المين التدخين يبقى يلا نختار بقى والمفعول به بيكون منصوب تعالوا نشوف الكلمة اللي فيه علامة نصب الرئتين فيه علامة نصب ها فيه علامة نصب هنا الالف مش علامة نصب هنا الدوم مش علامة نصب هنا الكسرة مش علامة نصب يبقى عندناش غير ايه غير الرئتين حول الجملة الإسمية إلى فعلية الطبيب يساعد المرضى هنحول أن أقول إيه يساعد الطبيب المرضى يساعد الطبيب المرضى تمام يا حبيبي؟ يلا السؤال السابع أكتب ما يلي بخط النسق مصر التي في خاطري وفي فمي يمجدها قلبي ويدعو لها فمي هنكتب إزاي؟ أول حاجة عايزة تكون خطك واضح لا صغير أوي ولا كبير جدا تمام؟ وخود كده إيه؟ اعطل كل حرف حقه التكبير والتصغير بتاعت الحرف ما ينفعش يبقى حرف كبير أو حرفه صغير تاني حاجة أكتب على السطر أكتب على السطر في حروف بتنزل تحت السطر زي الرأى كده لازم تنزلها وفي حاجة مهمة جدا إنك ترسم رقم ثلاثة إنك ترسم الخط ده بالزبط جدا اللي بيجي لك في الامتحان هو هو خط النسخ هو هو خط النسخ بدون تغيير أي حاجة يعني النقطتين ما تعملهمش كده لا اعملهم نقطتين تمام؟ مثلا الرأى ما تعملهاش كده لا اعملها ايه بسنة زي كده قلبي ما تعمل ليش كده النقطتين بالطرقة دي لا هي كده بالزبط خلاص؟ فمي المين ما تعملهاش كده من فوق ما تعملش فمي كده من فوق ما تعملش كده بفمي من فوق يبقى احنا كده الخط ده هنرسمه بالضبط زي ما هو شوف هنعملها ازاي مصر التي في خاطري وفي فمي يمجدها قلبي ويدعو لها فمي يلا نروح لآخر حاجة معنا الاملاء تخاري الاجابات الصحيحة مما بين القوسين كم كتابا لديك علامة سفهام نقطة فصلة علامة تعجب كم كتابا لديك ده ايه ده سؤال يبقى ازا هنختار علامة سفهام القراطة كثيرة الفوائد ده سؤال او اسلوب تعجب لا او في حاجة هنا سبب لا هم الايه ده جملة ختم ده جملة انتهت خلاص يبقى ايه يبقى نقطة قرأت تلميذ كتابا نقطة وقصة ها كتاب وقصة يبقى ايه فيه فصلة فيه فصلة انتهينا من النموذج الاول يلا مع بعض نروح للنموذج نفس الكلام ايضا سؤال الاستماع يلا اقرأ الاسئلة ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة تتناول الفقرة بعض مميزات اللغة العربية كلمة اسامة في اللغة العربية لها معنا واحد تخير الاجابات الصحيحة عدد حروف اللغة العربية نقطة حرفا ثلاثة وعشرون ثمانية وعشرون خمسة وعشرون سبعة وعشرون يلا قرأت الاسئلة اقرأها مرة تانية واستمع للنص تمتاز اللغة العربية بالعديد من المميزات من ابرزها معاني مفرداتها حيث تشتمل كل مفردة من مفرداتها على معاني مختلفة فكلمة اسامة مثلا قد نقصد بها شخصا وقد تأتي اسما من اسماء الاسد واحتواؤها وعلى ثمانية وعشرين حرفا وهذه الاحرف تكتب من اليمين الى اليسار خلافا لعدد كبير من لغات العالم كما انها من اقدم اللغات على سطح الارض حيث يزيد عمرها على 1600 عام لو انت ما استوعبتش كويس تبقى تطلب من ايه من معلم ومراقب اللاجنة يقرأ لك الفقرة مرة تانية لكن اعتقد كده ايه واضحة جدا تتناول الفقرة بعض مميزات اللغة العربية صح والغلط العبارة صحيحة تمام يا ابطال كلمة اسامة في اللغة العربية لها معناً واحداً ها انت فهمت ده كلام ده؟ لا احنا قلنا ايه؟ يدل على اسم شخص وقد يكون اسم من اسماء الاسد يبقى نقول له ايه؟ لا خطأ تخاري الاجابات الصحيحة عدد حروف اللغة العربية كم حرف؟ احنا قلناهم احسنتم ثمانية وعشرون حرفاً شفت بقى سؤال الاستماع سهل ازاي؟ مش محتاج ألأ ولا اي حاجة نروح لسؤال التعبير صديق لك يريد ان يكتب سيرته الذاتية يبقى انا هتكلم عن السيرة الذاتية ساعده ليكملها بنجاح مستعنا بالبيانات التالية الاسم وتاريخ الميلاد يوسف 2012 ميلادياً معلومات عن الاسرة اربع فراد معلومات عن الدراسة والهواية الصف الخامس مادة الرياضيات السباحة موقف لا ينسى الحصول على المركز الاول في بطولة الجمهورية حلم يريد تحقيقه تمثيل مصر في بطولة العالم سلزاتي عنوان رقم اثنين من انا رقم ثلاثة رحلات الدراسية رقم اربع موقف او يوم لا ينسى رقم خمسة حلمي في المستقبل يلا يا بطال عايزين نعمل ايه نعمل عنوان احنا هتكلم عن يوسف باسم يوسف يعني يوسف اللي هتكلم امام انا عملت مثلا عنوان ايه حلمي كبير اي عنوان يمشي معك هاخد بقى المعلومات من هنا وهكتب الاسم هنا الاول وبعد كده معلومات عن الاسرة مش هرص بقى كما هو يعني انا هعمل ايه هبدأ ازبط كده الجمل واضبطها واخلاها شكلها ايه شكلها جمل صحيحة ما هو مش العبرة انك تاخد الكلمات وحطها زي ما هي نسخوا لاصق بس لا شوف انا هعمل ازاي انا اسمي يوسف ولدت عام 2012 واسكن في مدينة القاهرة اه لحد هنا المعلومة الاولى العطاني طيب جبتان منين اسكن من في مدينة القاهرة عادي جدا عايز تقول اسكن في مدينة اسكندرية مدينة بانسويف مدينة قنة اي حاجة انت عايز تكتبها فيش مشكلة خلاص وده المطلوب انك تزود من عندك مش انك تاخد الكلام ده وتكتبه بالزبط يلا المعلومة التانية الاسرة اربع افراد شوف انا هقول ايه عن الاسرة تتكون اسرتي من اربعة افراد ها وجبت انا من عندي بقى كلام ايه زي ما تعلمته في اه سيرات الزاتية ابي يعمل موظفا حكوميا وامي ربت منزل ولدي اخت الكبيرة هنا حدد لا ممكن اغير اه ممكن تغير ممكن تقول ابي يعمل طبيبا امي تعمل معلمة او امي تعمل طبيبا اي حاجة انت تكتبها ولدي اخت كبيرة ليه بقى ان قلت لدي اخت كبيرة علشان هنا قال لي اربع افراد انا وابي وامي واختي الكبيرة يبقى احنا كده ايه اربع يالله معلومات عن الدراسة والهواية الصف الخامس ومدت الرياضي والسباحة انا تعلمت ان انا هكتب الحضانة الاول وبعد كده المدرسة فانا قلت ايه التحقت بالحضانة ثم دخلت المدرسة الابتدائية وانا الان في الصف الخامس ايه واحب مادة الرياضيات ايه لانها تساعد على تشغيل العقل والفكر من عندي انا تمام وانا ماهر في السباحة واتدرب عليها في النادي وانا ماهر في السباحة واتدرب عليها في النادي تمام يا حبيبي يالله موقف لا ينسى مقول ايه هناك يوم لا انساه ابدا وهو اليوم الذي حصلت فيه على المركز الاول في بطولة الجمهورية كده تمام خلصنا الحد هنا حلم يريد تحقيقه اللي هو حلم في المستقبل انا قلتي هنا حلم في المستقبل ان اكون بطلا عالميا في السباحة وامثل مصر في بطولة العالم طيب واتحقق ازاي وسوف اتدرب واجتهد جيدا لتحقيق حلمي لازم يا بطل تكتب انت هتنفذ وتحقق حلمك ازاي انتهينا من التعبير الكتابي يالله حبيبي نروح للنص الادبي في اجازة نصف العام ذهبت انا واسرتي الى قريتنا في صعيد مصر وقد اقمنا هناك ثلاثة وقد اقمنا هناك ثلاثة ايام والتقينا باهلنا واصدقائنا وقمنا بجولة للتعرف على اهل القرية الذين كانوا يرتدون ملابس مميزة حيث كان الرجال يرتدون ما يسمى بالجلابية البلد والعمة والشال اما نساء القرية فكنا يرتدين الجلابية والطرحة السوداء وكان اهل القرية يشتهرون بالكرم الشديد وحسن الضيافة حيث قدموا لنا بعض الاكلات اللذيذة منها البتاو والكشك وكانت الرحلة ممتعة حيث تعرفنا على بعض عادات الصعيد وتقاليده ومنها الالتزام بالكلمة واللجوء الى كبار السن لحل الخلافات تخير اجابات الصحيحة مما بين القوسين مرادف جولة زيارة تنقل سفر هجرة جولة معناها تنقل مضاد الكرم مضاد الكرم البخل ضع علامة صح او علامة خطأ اقامت الاسرة في صعيد مصر اربعة ايام تعالوا نشوف وقد اقامنا هناك ثلاثة ايام اذا العبارة خطأ يلجأ اهل الصعيد الى كبار السن عند الخلافات يلجأ الى هنا بقول ايه واللجوء الى كبار السن لحل الخلافات يبقى العبارة صحيحة معادات وتقاليد الطعام التي وردت في الفقرة نقول ايه الكرم وحسن الضيافة وتقديم بعض الاكلات اللذيذة منها البتاو والكشك ممكن تقول تقديم بعض الاكلات اللذيذة منها البتاو والكشك فقط لكن انا شايف ان هنا ايه انه بقولك عادات طيب الكرم الشديد وحسن الضيافة دي من عادات اهل الصعيد وتقديم بعض الاكلات اللذيذة مثل البتاو والكشك تمامي حبيبي السؤال الرابع نص معلومتي اقرأ ثم اجب اذا اردت ان تزور العالم كله مجانا فاللغات تمنحك ذلك فمثلا قد تجعلك اللغات تكلم شخصا يعيش في انجلترا وانت جالس في مدينتك مما يحدث بينك وبينه تبادلا لغويا وثقافيا واجتماعيا وقد يدعوك هذا الصديق لزيارتي او تدعوه انت لزيارتك فتنشأ علاقات بين عائلتك واصدقائك وعائلته واصدقائه وقد تنهي الحديث مع هذا الشخص وتتكلم مع شخص آخر من بلد آخر وهكذا تنتقل من بلد لبلد وأنت في منزلك وبهذا يتضح لك أن اللغة للإنسان كالطائرة للمسافر إذ تتيح لك القدرة على الطيران أينما تريد في الوقت الذي تريده تخير الجابة الصحيحة معنى تمنح تكرم تعطي تساعد تكافئ خذناها كتير وشرحناها معنى تمنح تعطي مضاد القدرة التعب العاجز المرض الضعف العاجز أي من فوائد تعلم اللغات التالية لم يلد في الفقرة توسيع المعرفة الثقافية تنمية العلاقات الاجتماعية تحسين المهارات اللغوية تعزيز المهارات الرياضية فين اللي مجاتش في الفقرة تعزيز المهارات الرياضية لكن الثقافة والاجتماعية واللغوية ورد معنا في الفقرة أنشوفها في السؤال رقم باء أكمل الجملة التالية لتعلم اللغات فوائد كثيرة منها منها إيه هنا إيه التبادل اللغوي والثقافي والاجتماعي يبقى نكتب هنا إيه التبادل التبادل اللغوي ها وكمان والثقافي وكمان والاجتماعي تمام التبادل اللغوي والثقافي والاجتماعي شعر يا وطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيت بك الشباب وكل مسافر سيؤوب يوما إذا رزق السلامة والإيابة وكل عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطاب تخير الإجابات الصحيحة مرادف سيؤوب يا وطني لقيتك وكل مسافر سيؤوب يوما سيرجع يوما مضض يأس خدناها مضض يأس إيه؟ أمل حلم سعادة قوة أمل هات من الأبيات السابقة ما يلي تعبيرا مجازيا فين التعبير المجازي وبقولك من الأبيات يعني من أي بيت عندك هنا إيه؟ يا وطني وعندك هنا إيه؟ لقيت بك الشباب يا وطني أو لقيت بك الشباب طيب لو أخذنا يا وطني نقول إيه؟ صور الوطن بإنسان ينادى عليه طيب لقيت بك الشباب أنا أخذ بقى كده إيه؟ لقيت بك الشباب الشباب يبقى نقول ايه صور الشباب بشيء بشيء ايه بشيء مادي يلقى يلقى او نجده يعني كأنك انت كده كأن الشباب ده شيء احنا بنلقاه يلا يا حبيبي نكمل بعد كده عندنا النحو تخرج الاجابات الصحيحة اسرع الطبيبان نحو المريض كلمة الطبيبان فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ثبت النون الالف الفتحة لازم نشوف نشوفها نوعها ايه مثنى طيب علامة رفع المثنى هي الالف احسنت يحب الناس المثقفين كلمة المثقفين منصوبة علامة نصبها ناخد بالنا كده نشوف هنا نوعها ايه المثقفين جمع مذكر سالم طيب جمع المذكر السالم علامة نصبه الياء الكسرة الالف الفتحة الياء تمام ضع الاسم الموصول المناسب مكان النقط وصل المتسابقان المتسابقان مثنى ومثنى ايه مثنى مذكر من باف اسماء الموصولة للمثنى المذكر اللذان اللذان وصل المتسابقان اللذان فازا اكمل كافأ المدير المؤدبات كلمة المؤدبات مفعول به منصوب علامة نصبه نشوف نوعها ايه نوعك ايه المؤدبات نوعها جمع مؤنث سالم طب يلا تذكر معي جمع المؤنث السالم علامة نصبه احسنت الكسرة هل يتنصبه الكسرة اكمل بما هو مطلوب بين القوسين المصريون يعملون بجد حول الجملة الاسمية الى فعلية اقول ايه يعملون المصريون بجد لا طبعا خد بالك يا بطل الفعل في بداية الجملة يلزم حالة الفراد يبقى يعمل المصريون بجد تمام نكمل الخط اكتب بخط النسخ الجملة الاتية للسائلين طبعا الخط بنكتبه ازاي على السطر واعطل كل حرف حقه بلاش نكبر بلاش نصغر يبقى ايه خير الامور الوسط بنكتب على السطر كل نرسم الشكل اللي قدامنا ده بالزبط بالنقط بتاعتها بالسنان بتاعت السين وبالشكل العين شكل الجيم كله تمام يلا هكتب ايه في التأني السلامة وفي العجلة الندامة السؤال الثامن والاخير الاملاء تخير الجابات الصحيحة مما بين القوسين ما اروع اثار مصر علامة استفهام نقطة فصلة علامة تعجب هنا ايه اسلوب تعجب يبقى ايه اذا علامة تعجب قال المعلم نقطة تعاونوا على الخير نقطتان رأسيتان نقطة علامة تعجب فصلة منقوطة قبل جملة القول نضع نقطتان رأسيتان كم طالبا في الفصل ده سؤال يبقى ايه علامة الاستفهام هنا يا حبيبي نأتي الى نهاية درسنا اسأل الله تعالى ان تكونوا استفدتم واستمتعتم بهذا الفيديو في النهاية لا تنسوا للشراكة في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة وضغطوا اعجابا وطالقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا ان استغفرك واتوب اليك لكم مني اطيب الامنيات بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو